التعليم العالي تكشف تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 20-23 قبول 112-240 طالب مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان عاجل عن تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 20-23 وتحديد الحدود الدنيا للكبول بالمرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية بحد أدنى لطلاب الشعب العلمية ب362 درجة فأكثر أي ما يعادل 88.29% بعد الطلاب 22.304 طالب وطالبة أما شعبة الهندسة بحد أدنى 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% بعد الطلاب 15.013 طالب وطالبة أما الشعبة الأدبية بحد أدنى 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% بعد الطلاب 74.923 طالب وطالبة يبقى كده هيتم قبول 112.240 طالب وطالبة بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قالت كمان أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير منظومة التعليم العالي بل ويحظى قطاع التعليم العالي بدعم ومتابعة مباشرة منها ليكون قادرا على الوفاء بدوره وأداء رسالته الأكاديمية والمجتمعية على النحو الأكمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت كمان أن تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب السنوية العامة الناجحين وده اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 أغسطس الجارية وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 من نفس الشهر خلينا أقول لكم كمان أن طلاب المرحلة الأولى من التنسيق هيسجلوا رغباتهم إلكترونيا لمدة 5 أيام تعالوا نشرح لكم أكتر التفاصيل موعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات هيتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السالسة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة الأولى كمان يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة الأولى وبكده تكون انتهت نشراتنا الإكبارية شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة